وللتعليق على هذه الموضوعات المجتمع ينضم إلينا عبر الأغمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان المحلل الاقتصادي مازين أرشيد سيد مازين ما توقعاتك بداية بجولة المفاوضات المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة؟ طبيعة الحال أنه يبدو حتى من قبل ترامب لاحظنا هناك تشاؤم لا يتوقع نجاح كبير حتى على الطرف الصيني رغم أنه هناك ارتفاع في الأسواق المالية في البورصات الصينية لكن يبدو بأن الأسواق الأوروبية والأمريكية نوعا ما حتى الصرف على الدولار لاحظنا هناك تراجعات بواضح بأنه هناك أيضا قمة في نوفمبر القادم أنا أتوقع أن هذه محاولات من أجل الاستعداد بشكل أكبر لقمة نوفمبر القادم من أجل وضع النقاط على الحروف ولكن لا أتوقع يعني انفراج كبير فيما تعلق بمفاوضات الأربعاء والخميس يعني خصوصا بأنه المطالب ترامب هو فتح الأسواق الصينية للبضاعة الأمريكية بشكل أكبر وتقليص العجز التجاري بين هيتين الدولتين في ظل دفع كلا الطرفين الآخر يعني فيما يجبه سياسة حافة الهوية إلى أين يفضي هذا النزاع؟ يعني واضح بأنه خلال الست أشهر الماضية لاحظنا بأنه كل فعل كان هناك رد فعل مماثل له حتى بقيمة الرسوم الجمهورية التي تم فرضها من جميع الأطراف ليس فقط بين الطرف الأمريكي والصيني ولكن أيضا مع كندا مع الاتحاد الأوروبي لاحظنا هناك ردود فعل يعني اتسمت بالقوة خصوصا من الطرف الصيني ليس ذلك فقط فيما تعلق بالرسوم الجمهورية ولكن أيضا قامت الصين بتخفيض عملتها اليوان الصيني مقابل الدولار وصلت إلى مستويات قريبة من 6.8 وهي مستويات يعني بعيدة عن ما كانت عليه قبل هذه الأزمة عندما كانت تتراوح إلى يعني بين إلى 6.2 طبعا هذا لاحظنا بأنه يعني كانت ردود فعل سلبية من قبل ترامب يعني انتقد البنك المركزي الصيني بتخفيض عملته طبعا يعني أضاع جميع الجراءات الجراءات اللي قام بها ترامب فيما تعلق بفرض رسوم جمهورية على سلع مهمة في الصين حتى الآن سيد مزين الأسواق تتأثر يعني سلبا وإن كان بدرجات مختلفة بهذه الحرب التجارية إلى أي مدى يمكن أن تنعكس الآية أن تضغط الأسواق على طرفي النزاع لتحقيق توازن ما يعني حتى الآن يبدو بأن الأسواق المالية العالمية قامت بامتصاص الأزمة فيما تعلق بالأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحتى مع الاتحاد الأوروبي يعني بما أن الأمور حتى الآن تبدو يعني تمر بوجود افتعال أزمات مالية في الأسواق العالمية أنا بشوف أن الأمور حتى الآن جيدة وتحت السيطرة لكن مثل ما ذكرت في سؤالك في حال تم الإعلان عن فشل جميع المحادثات حتى الآن إحنا في بداية المفاوضات سوف تستمر حتى نوفمبر من العام الحالي لكن في حال تم الإعلان عن فشل وبدأت الولايات المتحدة ترامب تحديدا بيعني لإفاء بوعوده بفرض رسوم جمهورية تتجاوز العشرات من المليارات الجديدة وبالتالي رد فعل آخر من قبل الصين أكيد رح تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير لأنه لا تزال الفجوة التفاوضية واسعة بين جميع الأطراف بين الطرف الصيني وبين الاتحاد الأوروبي وبين أيضا الطرف الأمريكي بطبيعة الحال نعم إذا ما انتقلنا للموضوع الخاص بالغفاض الدولار أمام اليورو كنتيجة لتدخلات دونالد ترامب في سياسة الفيدرالي الأمريكي ما الذي يريده الرئيس الأمريكي من الفيدرالي ولماذا يتدخل خلافا لما هو معتاد ومعروف صحيح يعني هو خلاف على ما تعودنا عليه خلال عقود ماضية لم يتم الانتقاد من قبل رئيس أمريكي ينتقد الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بما هو مستقل عن الحكومة والسلطة التنفيذية والمفترض أن يكون لك كذلك لكن واضح بأنه ترامب هناك تصادم بين السياسات النقدية بين المجلس الاحتياطي من جهه وبين سياسات ترامب على الجهة الأخرى ترامب يريد سياسة اقتصادية نقدية توسعية بحيث تبقى نسبة الفوائد متدنية تخدم مصالحه ومصالح حزبه الجمهوري في جعل الاقتصاد ينمو بشكل أكبر ونفس الوقت تشهد أسواق المزيد من الازدهار لكن الاحتياط الفيدرالي يتابع المؤشرات الاقتصادية بعيدا عن الأزمات السياسية هو يريد السيطرة على التضخم يعني الاقتصاد الأمريكي يمر في وضع مزدهر ونفس الوقت فيما تعلق بقطاع العمل اللي هي نسبة البطالة قرب أدنى مستوياته في خمسين عام وهناك تخوف من أنه المزيد من النمو في الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم تحديدا وبالتالي هناك تصادم فيما تعلق بالسياستين النقديتين بين ترامب وبين الاحتياط الفيدرالي نعم رجل الأعمال الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية حاليا والذي يدير أزماته ربما بأسلوب الصدمات مع أطراف كثيرة إلى أي مدى يمكن أن تتوقع نجاحه فيما يتعلق بكل هذه النزاعات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي يعني هو يتابع المؤشرات الاقتصادية يتابع مثل ما ذكرت كرجل أعمال لكن في نفس الوقت هو متخوف ترامب من أن كل هذه السياسات التي قام باتخاذها وإجراءاته ورفع الرسوم الجمهورية على السلع الصينية والأوروبية وكندا وحتى المكسيكية بشكل أو بآخر قد لا يعني تصل إلى ما هو أراد الوصول إليه لأنه مثل ما ذكرنا تحدث في تصريح الأمس أن هناك تلاعب من قبل الاتحاد الأوروبي بالعملة بعملة اليورو هناك تلاعب أيضا وفق تصريحه بطرف الصيني بعملة اليوان وبالتالي كلما كان هناك تراجع في العملات هناك كلما ومقابل قوة الدولار الدولار في أحسن مستوياته في أكثر من عام أمام اليورو وأمام الين وأمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى وبالتالي هو متخوف بأن كل هذه الإجراغات قد لا تصل إلى نتيجة في حال قامت الأطراف الأخرى التي فيها نزاع معهم مثل الصين والاتحاد الأوروبي بتراجع أو تخفيض عملتهم سواء كان بشكل تعمد أو غير تعمد لكن هو متخوف من ذلك وبالتالي كان وجه رسالة إلى الفيدرال الأمريكي بأنه عليه عدم رفع أسعار الفائدة حتى تبقى أسعار صرف الدولار أقل قوة بالمقارنة مع اليوان واليورو تحديدا أشكرك شكرا جزيلا المحلل الصدي مازل نرشيد كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان